واحدة بتقول أنا قلت لزوجي ذات مرة أنا شيعية مازحة بل كنا نستنكر عقيدته وعلمت بعد سنوات أن هذا لا يجوز وقد يكون كفراً أعمل إيه نكاحي صحيح دايماً المشكلة هل نكاحي صحيح أنا قلت كذا عملت كذا النكاحة انفسغ إيه اللي حصل في النكاحة أفيدوني لقد أصفت بلوس وأسف نقول لها يا سيدتي أغفر الله لك وعفى الله عنك ما كان ينبغي لك ذلك هذه مزحة كاذبة وفي حديث أبي أبامة في سنن أبي داون نبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقاً وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً نبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حق مراءة عجوز جاءتها صلى الله أدعو الله أن يدخلن للجنة قال لها لا يدخل الجنة عجوز فولت وهي قال لا لا ندخل الجنة هو أنت عجوز إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عرباً أتراباً لأصحاب اليمين حتى يدخل الجنة هو بكحكة وحطنه على كرسي وليتشير حتى يدخل الجنة يعني على وليتشير يعني يعيد إن شاءهن نشأة في منتهى العافية والفتوة والشباب والحمد لله على نعمته بعباده وعلى تمسيعة عليهم وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه لكن لا أثر لهذا على أصل الدين ولا على صحة عقد نكاحك فلا ترجع لمثل ذلك وعفى الله عما سلف اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين